صراع الاستخبارات والساسة قادة الموساد في وجه خارجية تل أبيب هذه المرة خفاياه كما أكد مسؤولون إسرائيليون كان وراء أزمة المنقوش الأخيرة وافتضاح لقائها بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا حرب أذرع وسيطرة تشن في الخفاء الموساد يريد كعكة العلاقة مع الدول العربية أما الخارجية فتقول إن الملف يجب أن يكون بيدها نظرا لأن العلاقات لم تعد حربا كما كانت جدل وفقا لمسؤولين إسرائيليين أدى إلى تسريب الموساد خبر اجتماع المنقوش وكوهين بغية معاقبة الخارجية الإسرائيلية فدفعت الوزيرة الثمن وبين صراع الجهازين يستميت نيتنياهو للملمة خيوط الأزمة خوفا من تفجرها داخليا سيما وأن ما جرى أضر بثقة الدول بإسرائيل كما قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائر لبي شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة